بسم الله الرحمن الرحيم قال فانخنست منه فذهبت فاقتصلت ثم جيت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدنا عبد الله ورسوله فلع الرسالة وأدى الأمانة ورصح الأمة وجهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتبائه بإحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزينا علما ونسألك اللهم علما نافع وقلبا خاشع ولسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور ونعود بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسجاب لها ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل قد رحمه الله تعالى باب الجنابة هذا من جولة أبواب كتاب الطهارة من عمدة الأحكام كما مر معنا فقد رحمه الله باب الجنابة الجنابة من الجنوب أو الجنب وهو البعد أو التباعد ونقع الزجل والجاري القربة والجاري الجنوب الجاري القريب والجاري البعيد وأيضاً الأجنبي سمي أجنبي لأنه بعيد والأجنبي طبعاً يختلف باعتبارات وخاصة إذا نظر في كلام أهل العلم يعني الأجنبي كل بحسبه مثلاً الأجنبي مقابل الأقارب هذا قريب وهذا أجنبي مثلاً في الأوقاف هذا موقوف عليه وهذا أجنبي بمعنى ليس من المقوف عليهم وهكذا كل كل يعني صنف بعيد عن الصنف الأخر يسمى أجنبي منه فهو أخوذ من البعد والتباعد وطبعاً نسمي الجنابة جنابة طبعاً لأنه قد يكون من خروج الماء وتباعده من الإنسان بمعنى الخروج الماني مثلاً فأتباعد وقيل أن الجنابة بمعنى المخالطة بمعنى المخالطة ولهذا تقول العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته بمعنى اختلط بها فإذا كان كذلك فيكون من الأضداد إذا قلنا إن الأجنب معنى البعيد وأجنب معنى المخالطة فيكون هذا من أضداد والأضداد كما تعلمون في العربية فيه كلمات لها تحمل معنى المتضادة أو معنى المتضادة كالسليم وهو اللديغ مثلاً سمى السليم والحميم بمعنى الماء الحار ومعنى البارد الحميم يطلق على الحار وعلى البارد وهذا معنى قولهم من الأضداد بمعنى أن الكلمة تحمل معنيين متضادين فإذا قلنا إن الجنابة من البعد والجنابة من المخالطة فكان هذا من المعنى المتضادة لكن الذي يبدو أنها صحة أنها من البعد من البعد وهو التباعد وهي طبعاً الجنابة تكون إما بالجماع سعن بالإيلاج وحده أو الإيلاج مع الإمناء أو الاحتلام كلها تكون الجنابة إما بالجماع أو بمجرد الإيلاج أو بالاحترام الاحتلام فكل هذه الأنواع الثلاثة كلها من يعني قعرفها يكون جنوباً من قعرفها يكون جنوباً وسيأتي معنى معنى الاغتسال لأنه وهو قال استعمال ومن الضهور سيأتي شراب هذا قليل قال عن نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فقال فانخنست منه فذهبت فاقسلت ثم أجل إلى آخره بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في أحد طرق المدينة وهي المدينة طيبة طيبة ف أبو هريرة قال عنك أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يعني يقترب منه لكن النبي رأاه ف سأله النجسا لماذا يعني أين كنت يا أبو هريرة لأنه لم يحب في الطريق قال كنت جنوبا من إلى آخرهم قال فانخنست الانخناس هو البعد بمعنى الانقباض والرجوع بمعنى كأنه ظهر عليه الحياء وظهر على الانكسار وتراجع فلا شك طبعا أن هذا لحفظه مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي ينبغي الإنسان أولا يكون محترما وأن يحترم المحترمين وأن يحترم الأكابر ويحترم ذوي المقامات وهذا من الأدب ولا ينبغي بمعنى لا يظن أنه حينما تحفظ مقاما ذي المقام أن ذو المقام أن ذا المقام يكون متكبرا لا ذو المقام يحفظ مكانه ويتأدب معه إن كان من علاماء إن كان من وجهاء إن كان من أصحاء ذوي الهيئات فينبغي أن تحفظ الناس مقاماتهم ولهذا جاء في الخبر وكفيه ضعف أنزلوا الناس أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم وأنزلوا الناس من أزلهم فذوي الهيئات تحفظ تحفظ لهم هيئاتهم وهذا من الأدب أما الوقاحة ويعني الظن أن 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 الحط من مقام ذوي الهيئات أن هذا يدل على على القوة الشخصية ويدل على أن هذا لا يبالي هذا قلة أدب طبعا هذا لا يكون على حساب الحق معلوم لكن الأدب أدب سواء في اللفظ في الحركات في أدب الجلوس في أدب السير والمشي فأبو رضي الله عنه يقول إن خنست بمعنى شعرت بالانقباض وتراجعت لماذا لأنه يعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم و يقال خنس وقال يكون لازما ومتعديا يكون لازما الفعل يعني يكون لازما ويكون متعديا إن خنسوا هذا لازم لأنه ليس له مفعول ليس له مفعول ويأتي بمفعول يقول خنس إبهامه خنس إبهامه فيكون متعدية فيكون الإبهام مفعول فيكون إبهام مفعول خنس إبهامه بمعنى قبضها خنس إبهامه بمعنى قبضها المقصود أن وأيضا جاء في بعضها فانبجست بعض روايات انبجست والانبجاس أيضا فيه نوع من الضغط على النفس انبجس يعني بمعنى انخلست قال فانخلست منه يعني منه يبدو أنه بمعنى بسببه من هنا تعليلية انخلست منه يعني بسببه فأنا استحييت بسبب مقام النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فاختسلت ثم جئت كان على جنابه فاختسلت ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله معنى تعجب وسبحان الله تعرب عراء المصدر سبحان الله تعرب عراء هذا منصوبة على ما يشفي مصدرية إن المؤمن لا ينجس هذا هو الشاهد إن المؤمن لا ينجس ببعنى صحيح أنه أصابه جنابه وصار به حدث وحدث أكبر أيضا يعني لا يرتفع إلا بالغسل لكن هذا المؤمن طاهر حياً وميتاً بل ابن آدم طاهر حتى الكافر ابن آدم طاهر ولقد كرمنا بني آدم حتى الكافر طاهر حتى في لعابه في عرقه الكافر طاهر وبدنه ولهذا لو لمست ملابس كافر حتى ولكن الداخلية لا مانا إذا كما فيها نجاسة فإنما طهارتهم نجاستهم في قول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس هذه نجاسة اعتقاد نجاسة اعتقاد أما هم فالكافر طاهر في بدنه وأيضا في كعرقه وريقه وكل طاهر ما عدا طبعا الغايط هذا نجاسة من الجميع نجاسة من الجميع المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس فهو يعني سواء سواء كان عليه حالة أكبر أو أصغر أو كان حيا أو ميتا فالمؤمن فالمسلم طاهر إن المؤمن لا ينجس وسيأتي معنا الكلام على الأحكام أغسط جنابة في الحديث التالية إن شاء الله نعم أن عائفة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضع وضوءه للصلاة توضع توضع وضوءه ثم توضع وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا فن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا هذا حديث عائشة في بيان صيفة الغسل في بيان صيفة غسل جنابة وهذه صيفة الغسل الكامل كما سوف يأتي صيفة الغسل الكامل عن عجل رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة من أيضا هنا سببية يعني بسبب الجنابة إذا اغتسل من الجنابة يعني بسبب الجنابة غسل يديه ثم توضع إذا غسل جنابة هو أن الإنسان إذا أصبته جنابة إما باحتلام أو بجماع فإنه يجب عليه الاقتصال وصيفة الغسل كما هنا الغسل الكامل نتكلم الآن عن الغسل كامل ثم نتكلم عن الغسل المجزع الغسل كامل كما هنا أنه غسل يديه يعني غسل يديه قبل أن يبدأ في الغسل في الغسل وهذا هو السنة الإنسان يغسل يديه ثلاثا طبعا إذا فيها تلوث وإذا فيها فيغسل لكنها وعلى كل حال يرتفع الحدث يرتفع الحدث عن يديه لأن كما تعلمون الجنابة تصيب البدن كله تصيب البدن كله مدام أنه نوى الغسل فإنه يرتفع الحدث عن الجزء الذي غسله لأن المعلوم أن الموالاة في الجنابة ليست شرطا الموالاة في غسل أعضاء البدني أو أجزاء البدني ليست شرطا ولهذا غسل يديه بدأ بهما واده والسنة فإنها ترتفع الجنابة عنهما قال غسل يديه ثم توضى وضوءه للصلاة بمعنى النسان قبل أن يغسل بدنه كله يتوضى كوضوئه للصلاة بمعنى أنه يتمضل ويستشجر وغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه مع ذا القدمين القدمين كما سيت في الحديث في ميمونة أنه يغسلهم في مكان آخر ولو غسلهما الأمر في ساعة لكن في الجنابة الرسول في حديث ميمونة الذي سوف يأتي أنه غسل قدمه في مكان آخر قال ثم توضى وضوءه للصلاة يعني كوضوئه للصلاة وإن كان هو طبعا لا يرتفع الحدث الحدث الأكبر لا يرتفع الوضوء لا يرتفع إلا بعد استيفاء الغسل الكامل وقال ثم توضى وضوءه للصلاة ثم اغتسل سوف يأتي في حديث ميمونة تفصيل أكثر بمعنى أنه بدأ برأسه ثم كذل ثم وهذه الصفة الإنسان يبدأ برأسه يبدأ برأسه ويفضل ما عليه ويخلي أصابعه ويخليه بأصابعه ثم يغسس سائر لسده كما سوف يأتي ولهذا قال ثم يخلل ثم اغتسل اغتسل يعني بدأ هنا ثم اغتسل يعني بدأ أو شرع أو أراد قد تكون بمعنى أراد أيضا بمعنى إذا قفلت للصلاة يعني إذا أردت لأنه لم يدخل في العمل بعد فتأتي اغتسل بمعنى شرع وتأتي بمعنى أراد أراد وهم بالبدأ في الغسل ثم اغتسل بمعنى بدأ أو شرع أو أراد ثم يخلل بيديه شعره بمعنى بمعنى أنه يفيض الماء على رأسه ويخلله والتخليل هو أن يدخل أصابعه ويبدو أن يدخل اليدين اليدين كلته في رأسه والرسول صلى الله وعليه كان شعره كثيفا الرسول كان شعره إلى كتفه أو إلى شحمة أذنه فكان رأسه شعره كثيفا ولهذا كان يفيض الماء ويخلل حتى يصل الماء إلى البشرة البشرة هي منابة شعر الرأس حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته البشرة هو الجلد جلد الرأس بمعنى أن المغتسل إذا كان عنده شعر كثير فعليه أن يفيض الماء على رأسه وأن يخلل أصابع وأن تخلل سنة لكن عليه أن يعني يوصل الماء إلى بشرة رأسه إلى بشرة رأسه أو إلى جلدة رأسه فقالت ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن ظن تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى الجانب الراجح كمثلا في قوة عز وجل الذين يظنون أنهم ملاق ربهم بمعنى يجزمون قال لا ولنسا بشك وقال الذي يظن أنهم ملاق الله كم مفات قليلة ظن بمعنى علم وقول إني ظننت أني ملاق حساب بمعنى قاطع لو شك لكفر أو حتى لو تردد فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله ولما هذه قطعيات ولابد أن تبلغ عند المسلم وعند المؤمن أن تبلغ درجة اليقين القطعي الذي لا شك فيه ولا ريب فيه فإذا ظن تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى الراجح الجانب الراجح و من فضل الله علينا ومن تسير هذا الدين أن الظن يكفي في العبادات الظن يكفي في العبادات بمعنى إذا وهنا ظن ليس بمعنى علم بمعنى أنه حتى إذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى بسرته فإذا وكل أحكام تقريبا أحكام الشرعية كلها يعني يكفي فيها الظن الراجح يكفي فيها ولا يطلب فيها اليقين لأنه حيانا قد يكون اليقين متعذرا ولو طلب اليقين من الناس لا شق عليه والدين يسر فيكفي غلبة الظن في كثير من من المطلوبات الشرعية كثير من المطلوبات الشرعية يكفي فيها الظن معد الإيمانيات هذه يقينية وقطعية أما الأحكام الفرعية يكفي فيها غلبة الظن مثلا اتجاه القبلة مثلا وصول الماء إلى البشرة وصول العدد العدد الطواف يغلب على ظنه أنها سبعة أيضا غلب على ظنه أنه صلى أربعا هذا كافي في الصلاة الربعية مثلا فالظن غلبة الظن تكفي قال ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته الإرواة طبعا معروف أنه مقابل عطش واللسان يرتوي حينما يأخذ كفايته من الماء شاربا حينما يسرب ويأخذ كفايته يكون قد روي هنا طبعا مجاز بمعنى أنه وصل الماء حتى إذا ظن أن البشرة قد بلغ هالماء وأن الشعر كذلك قد يعني انغسل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه يعني على بدنه إذن هو صفة الغوص الكامل أن يغسل يديه ثم يتوضع وضعه للصلاة ثم يغسل رأسه يغسل رأسه ويخلل أصابعه شعره بأصابعه إذا كان عنده شعر أو شعرا كثيف أما إذا كان شعر خفيف أو محلوق هذا لا يحتاج التخليل ولا إنما عادة يحتاجه المرأة مثلا والرجل إذا كان شعره كثيفا قد أرى حتى إذا ظن أنه أذروا بشرته أفاض عليه الماء إذن بعدما يغسل رأسه ويظن أنه أو يغلب على رنه أنه قد أروى البشرة وبلغ الماء إلى جلدة رأسه حيث إذن يبدأ بغسل بقية بدنه ويبدأ الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ويعمم بدنه غسلا يعمم بدنه وستقل أفاض الماء عليه ثلاث مرات لهنا أفاض عليه على رأسه أفاض عليه بمعنى أنه الرأس يغسل ثلاثا والبدن ثلاثا هنا أفاض عليه بأنه على رأسه ولهذا بعد ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر سائر هنا بمعنى بقية يعني سائر تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى البقية والغالب انها بمعنى البقية ثم سائر من السؤر والسؤر هو بقية الماء سائر من السؤر فإذا سائر جسده يعني بقية جسده يعني بعد أن توضأ وغسل رأسه الجزء الذي لم البقية التي لم تغسل بدأ يغسلها وهي سائر جسده بمعنى جانبه الأيمن وجانبه الأيسر وأمامه وظهره هذه هي سائر الجسد ثم غسل سائر جسده إذن هذا هو صفة الغصف الكامل وسيأتي له مزيد إضاحة في حديث ميمونة الذي بعد هذا وكانت تقول أن عائش رضا عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا هذا أيضا حكم حكم جديد وهو أنه لا مانا أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد وحتى ولو كان عاريين بمعنى الرجل يجوز أن يرى عورة مرأته والمرأة ترى عورة زوجها أما ما عدم فلا يجوز أما الرجل يرى عورة زوجته والمرأة ترى عورة زوجتها ولو اغتسلوا جميعا ولو كان عريانا لا 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 يشكل في هذا والذي يبدو أنه هكذا فتقول كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد هي تقترف وهو اقترف وهو يدل أيضا على أنه أن فضل طهور المرأة أنه طهور يعني بعض العلماء يقول أن أن فضل طهور المرأة أنه طاهر وليس طهورا لا يرفع الحدث وهذا يدل لأنه لا شك أنه يعني 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 بعيد حتى ولو أنهم في كل مرة يقدرون جميعا لا بد أن تختلط الأيدي مرة يتقدم مرة تتقدم وهكذا مما يدل على أنه يأخذ من فضل طهورها أنه يأخذ من فضل يعني من بقية طهورها ما إيها يعني قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا بمعنى كل جده ويأخذ وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسرفا في الماء كان يتسرف الصع كما هو معلوم ويتوظف بمد ويبدو أن الماء لم يكن كثيرا مما يدل على أنهم ومع هذا يختلفون جميعا مما يدل على أنهم لا يسرفون وهذا هو السنة وينبغي السلام أن لا يسرف الماء وأن يحافظ على الماء والإسراف كما هو علوم مذمون في كل شيء في الإنفاق وفي الأكل وفي الاختسال وفي كل شيء فالمطلوب أن الإنسان يأخذ الكفاية أن يأخذ كفاية ولا يزيد أولا هذا من الدين وهذا من المروعة وهذا من الاعتدال أي اعتدال الطبع ويدل على الإنسان ليس في نفسه نهم ولا شره لأن عادة المسرف يكون عنده شره وعنده يعني في جانب سلوكياته وتصرفاته ما يخل بينما المعتدل والذي يحرص على أن تكون تصرفاته سوية أو أن تكون تصرفاته سوية لا شك أنه يدل على كمال في مرؤته فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يغتسل مع زوجته عشر من إناء واحد وغالب الإناء لا يكون كبيرا نعم الميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته وضعته وضع وضعت لا أندي وضعته وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوع الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرجع والحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمد واستنشق وغسل وجهه وزراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فاجعل ينفذ الماء بيده هذا حديث ميمونة ظلاء عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها بره ميمونة كان اسمها بره فالنبي صلى الله عليه وسلم أغير اسمها إلى ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس هي أخت أم الفضل زوجة العباس فهي خالة معلومة أنها خالة عبد الله بن عباس وهي دفنة بسرف على جهة العمرة قبرها معروف قبر الله عنها وروات لها في الصحيحين سبعة حديث انفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة ولها سبعة في الصحيحين وروات يعني سستة واربعين حديثا فجهو معرواته في كتب السنن ستة واربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السالسة من الهزرة السنة السالسة من الهزرة وتوفيت سنة اهلا وخمسين في خلاوة معاوية ورواه الله عنهم جميعا فتقول أنها قالت وضعت أو وضعت في رسول الله وسلم وضوءه وضوء بالفتح الماء والوضوء بالضم الفعل نفس الفعل والتوضع التوضع هو الوضوء والوضوء بالفتح والماء وضوءه الجنابة طبعا الوضوء هنا بمعنى ليس وضوء وضوء الصلاة للعضاء الأربعة لا أنه الوضوء بمعنى ماء ليغتسل الجنابة فالوضوء بمعنى الماء والوضوء هو أن يعني والوضوء من أن يكون الماء مطلقا أو ما الوضوء هي قاتية وضوء الجنابة بمعنى ماء الجنابة لقلنا بمعنى وضعت له ماء الجنابة بمعنى ماء ليغسل أو ليغتسل منه لتتفع الجنابة وضعت لرسول الله صلى الله وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره فيه يأتي متعدة بالهمز ويأتي ثلاثة كفأ وأكفأ كفأ وأكفأ كلها بمعنى قلبا أو أمالا فكفأ بمعنى إما يكون قلبا أو أمالا فهنا فأكفأ بيمينه على يساره مرتين بمعنى يأخذ ويغسل يديه كما مرمع في حديث عائشة ثم غسل فرجه هذه صفة الغسل كامل ويغسل كامل أنه يبدأ بغسل فرجه وخاصة إذا كان متلوثا ليزيل ما لوثه فيغسل فرجه ثم يتوضع ثم يغسل رأسه ثم يغسل سائر بدنه كما أصابه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين وثلاثة هذا مزيد تطهر بعدما غسل فرجه قد يكون أصابه شيء أو قد يكون يعني فأحتاج أنه يغسل يضرب يده بالتراب أو بالحائط لمزيد من النقاء ومزيد من التطهر بعض الفقه قال بعيد قال يزيل الرائحة لا قد يكون الرائحة صحيح لكن لكن يزيل قد يكون أشياء جرمية ويزيلها و لسي بعضهم قال هذا لأنه يرى أن المني نجس والصحيح أن المني ليس بنجس المني ليس بنجس لكن والرائحة لا تروح وذهاب الرائحة ليس ليس لازم يعني وقد تقول يعني لا يذهب مباشرة قد تأخذ وقت الرائحة بينما الجرم يذهب مباشرة لكن مهما كان الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس ثم ضرب يدهم بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا يعني كما قلنا لمزيد من النقاء والإنقاء والطهارة ثم تمضمض واستنشق أيضا هذا مطلوب وفي المثب عندنا أن واجب المضمض والسشاق واجب سواء في الغسل أو في الوضوء في الغسل أو في الوضوء ثم وذهب الجمهور إلى ناسنها المضمض والسشاق أنها سنها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه يعني هو الوضوء الذي ذكرته عائشة وإذا قلنا القدمين غسلت في مكان آخر وغسل وجهه وذراعيه قالت ثم أفاض على رأسه الماء كما مر ما تفصله في حديث عائشة أفاض الماء وخل الماء حتى بلغ حتى ظن أنه قد روى أو قد أروى أو روى بشرته ثم غسل سائر جسده سائر كم قول بمعنى بقية سائر بمعنى بقية ثم تنحى يعني انتقل من مكانه فغسل رجليه في مكان آخر غالبا قد يكون أن المكان طيني وحتى تكون القدمين أو القدمان تتطهر طهارة أبلغ ثم تنحى فغسل رجليه أما إذا كان المكان مبلط لا يحتاج أن ينتقل قالت فأتيت بخلقة في رواية منديل فلم يريدها وبعضهم قال وهو ضبط الغيسر فلم يردها وهذا لا بعيد الحفاظ استبعدوا هذا الشرح قال لم يريدها لم يقبلها فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيده من أجل أن يزيل آثار الماء وحقيقة إزالة حركة النفض تذل على إباحة إزالة الماء فلو أزاله بالنفض أو أزاله بالتنشيف فلا مرأ ولهذا قالوا إن إزالة الماء بالتنشيف أو بالنفض المؤدى واحد المؤدى واحد ولهذا عبارة العلماء قالوا وهو يدل على إباحة مثل النفض والتنشيف قالوا يدل على إباحة نفض اليدين قالها العلمي وهو يدل على إباحة التنشيف لأنه مثل النفض أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رد المنديل ورد الخرقة لكنه نفض يديه مما يدعى أن إزالة الماء أو إزالة أثر وضول سواء أزالها بالنفض أو أزالها بالتنشيف وهذا استنباط لطيف واستنباط دقيق الحاصل أن صفة الغسل كامل هو كما ذكرنا يعصل يديه أولا ثم يغسف فرجه وملوثه ينظفه ثم يتوض وضواه للصلاة ثم يغسل رأسه ويخلله إذا كان سعره كثيفا ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر هذا هو صفة الغسل كامل لكن لو أنه لم يفعل ذلك إن مماشرة دخل تحت الدش واغتسل يكفي أوخذ الماء وصب على بدنه أخذ المغراف وصب على بدنه أوخذ الإبريق وصب على بدنه كفى أو أنه كان في بركة ودخل مباشرة يكفي وهذا يسبيل الفقهاء الغسل المجزئ الغسل المجزئ لكن إذا كان هذا هو الغسل الكامل وهو أفضل إذا إذا تيسر فهو أن يغسل يديه أولا ويغسل ما لوثه ويتوضع وضعه السلاة ثم يغسل رأسه ثم يغسل بقية بدنه هذا هو غسل كامل أما لو غسل مباشرة وعما بدنه في الغسل فإن هذا كافي فإن هذا كافي والله وعلا صلى الله على محمد وعليه وصحبه وصلا